في جديد قصف بولندا قال وزير الخارجية الأمريكي أنتون بلينكين أن المسؤولية في النهاية تتحملها روسيا بسبب حربها على أوكرانيا هذا ولا تزال وارسو تحقق في الانفجار الذي استهدف قرية بولندية على الحدود الأوكرانية حيث شهدت قوافل عسكرية تتجه نحو الموقع الذي انفجر فيه الصاروخ الانفجار الذي وقع الثلاثاء أو دا بحياة اثنين من عمال المزارع ويتوقع نيتو بولندا أنه كان صاروخا طائشا أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية وفي السياق أعلن وزير الخارجية الأوكراني موصول خبراء أوكرانيين للمشاركة في تحقيقة سقوط الصاروخ في الأراضي البولندية سيصل الفريق إلى مكان سقوط الصاروخ بالتعاون مع القوات البولندية حيث يشاركون في التحقيق الهادف إلى تحديد مصدر إطلاق الصاروخ الذي أسفر سقوطه في بولندا عن وفات شخصين وفي شأن ذاته قال رئيس البولندي أن واشنطن وكييف ووارسو كل لديه معلومات له الخاصة أثناء تحقيق في الهجوم الذي استهدف قرية بولندية هذا ومن جهته قال استفيل البولندي في الولايات المتحدة إن تعرض بلاده للقصف ما كان ليحدث لولا الهجوم روسي واسع نطاق على أكراني أسفر بلاده لنطا وكييفية أن تحديد بلاده إطلاق الصاروخ المعارض لم يكون هناك ليس احترارنا الارضة بالمقارض للخدمة لمنه كما تقوم بالنسبة لهم مجتمع بذلك لهذا ما يصلناه ليس حول انتبه لذلك لا يوجد انه احدى لفضلت بالمجتمع معينة ومسکرة نشاط المستقبلة سيارة لنقل موضوع ويقوم بحرارة وحرارة وحرارة التي تنقل موضوعاً تنقل موضوعاً